هنروح للأخبار العالمية وانتبع أبرز الأخبار اللي موجودة سريعاً النادي بارين ميونيخ حسب اسبن الوكالة العالمية النادي بارين ميونيخ هيقدم عرض للتعاقد مع لاعب روما أوندير جانكيز أوندير اللاعب التركي اللاعب المحترف في صفوف نادي روما وهنشوف هل بارين ميونيخ هينجح نوع التعاقد مع جانكيز أوندير ولا الصفقة هدوص خبر الثاني لامبرد ورأيه عن مورينيو لن أتفاجأ يوماً بعودته إلى البريمير ليك لأنه سيكون مرغوباً فيه لأنه مدرب عظيم وما حققه في مسيرته لا يمكن مستيانه ده رأي الابن البار لامبرد أفرانك لامبرد عن مدربه والأب الروحي لي جوزي مورينيو نوح للخبر التالت هازرد وعد كورتوا بالانضمام للفريق الملكي فقط حيث قال له إذا تركت تشيلسي سيكون فقط من أجل ريال مادريد سوليس كاير مدرب منشست ريناتر الحالي بيقول لا يبدو الأمر وكأنني عدت إلى المنزل كانت أياماً صعبة بالطبع لكن من الرائع رؤية الجميع هستمر لمدة ستة أشهر وسأستمتع بالرحلة لا توجد لدي مشكلة في العدد الكبير من المباريات الذي سنلعبه لأن لدينا فريق رائع لدينا 24 لاعب جميعهم يتمتعون بالجودة بيلد الألمانية ريال مادريد يتابع لاعب بار نيفر كوزين كاي هارفدس هنشوف هل الكلام ده صحيح ولا لا يا بيلد ديلي ميرور منشستر ينايتد مهتم بالتعاقد مع دوجلس كوستا في يناير المقبل وأخيراً ورسمياً باشلونة يعلن تعاقده مع مدافع الإنتر السابق وفالينسيا الحالي موريلو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بـ 25 مليون ومن الأخبار الكرة العالمية إلى أخبار لاعبين المحترفين المصريين ونبدأ مع حضراتكم بتريزيجي والأزمة الأخيرة اللي كنا نتكلم عليها في الإنترو على تفاصيل أزمة تريزيجي تريزيجي رسمياً بيتم استبعاده من مباراة بكرة أمام فريق بشكتاش في بطولة الدوري الترك لكن بالتفاصيل هنتابع معكم الأزمة الخاصة بمحمود حسن تريزيجي هنبدأ معكم باهتمام فانر بخشا واهتمامه باللاعب وانه قدم عرض لللاعب اللي قوبل بالرفض من إدارة نادي قاسم باشا وبعديها تريزيجي بيكمل عادي جداً مع الفريق بدون أي مشاكل في نفس الوقت فريق لاتسيو اللي بيحاول يضم تريزيجي بعرض مالي يصل إلى 6 مليون يورو لكن إدارة النادي التركي طلبت مبلغ كبير جداً وهو 10 مليون يورو يعني بنتكلم في حوالي ضعف المبلغ المعرض وأخيراً نادي اتحاد جدا اللي أيضاً أبدأ اهتمامه بمحمود حسن تريزيجي ويعني التقارير اتكلمت وقالت إن نادي اتحاد جدا هيدفع لنادي قاسم باشا الفلوس اللي هو عايزها لكن هنا بقى في الوقت اللي نادي اتحاد جدا قال في الكلام ده فريق قاسم باشا قال إحنا محتفظين باللاعب ومش معروض للبيع اللي في نفس الوقت اللاعب هنا بدأ إن هو يتبع سياسة العصيان عن التدريبات وإنه ما يكونش موجود علشان يضغط الفريق وبالتالي بيتم استبعاده من مباراة بكرة إن شاء الله أمام فريق بشكلاش في الجولة 17 من عمر الدورية التركي وأخيرا طبعا يعني ده أخيرا بالنسبة للتريزيجي إن عشرة مليون يورو هو ده المبلغ اللي قدارت قاسم باشا اتفقت عليه مع محمود حسن تريزيجي علشان يتم بيعه سواء في يناير أو في الصيف لكن أنا ما اعتقدش إن التريزيجي بالسياسة اللي موجودة في نادي قاسم باشا هيقدر إن هو يستمر مع الفريق للصيف ولابد من تدخل سريع من تريزيجي علشان يحسن موضوع انتقاله في يناير لأحد الدوريات أي دوري تريزيجي هيرغب إن هو يكون موجود فيه لازم يكون على اتصال جيد بوقلاء اللعبين اللي بيتبعوه في فترة الأخيرة علشان يتمم انتقاله على خير إن شاء الله تريزيجيي واحد من اللعب المهمين جدا جدا لمنتخب مصر ومن تريزيجيي لمحمد صلاح ومحمد صلاح يتطلع لمواصلة تقلقه أمام الفرق الصعضة داد وولفر هامتون ولإن شاء الله اللقاء يكون النهاردة الساعة عشر بتوقيت القائرة في الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز إن شاء الله محمد صلاح يحرز وليفر بول يفوز ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي أما محمد النيني فيحافظ على قيمته السوقية رغم دكة بودلاء أرسنل النيني طبعا لعب مع الأرسنل ست مباريات فقط خمس مباريات في اليوروبا ليج وحدة بس في كاس ربطة الإنجليزي قيمة السوقية للنيني هي عشرة مليون يورو أي ما يوازي ميتين وخمسة مليون جنيه مصري عمرو أردا يصنع في فوس باوك الساحق بسوداسية على سباتا في كأس اليونان يعني بنتبسط لما بنعرف أخبار إيجابية عن عمرو أردا عشان في فترة الأخيرة كنا بنتابع معاكم بعض الأخبار السلبية لكن من الجيد تحسين العلاقة ما بين عمرو أردا والمدير الفني لوتيسكو الروماني جماهير هادس فيلد تطلب من المدرب باشتراك رمضان صبحي أمام فريق ساثامتن ده خبر جيد هو دي الأخبار الجيدة اللي بنبحث عليها على محترفين المصريين الجماهير حسد بوجود أو بأهمية وجود رمضان صبحي في المباراة القادمة أمام فريق ساثامتن في الدورية الإنجليزي أيضا في الجولة 18 هادس فيلد موقفه سيء عنده في المركز التسعتاشر عنده عشر نقاط فاس في لقائين وتعادل فاربعة من سبعتاشر مباراة خلصنا مع حضراتكم آخر الأخبار الخاصة بمحترفين